موسيقى 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 فرق جمال الحرث أسرته في عمان إلا أنه وجد له أسرة عمانية في أوهايو صح أننا نفتقد الأهل والأصحاب هنا في عمان بس أول ما وصلت هنا تعرفت على الشباب فحسيت أني كونت أسرة ثانية غير عن الأسرة اللي موجودة معي في عمان هاي الأسرة من الشباب والبنات دايما نكون مع بعض يرى جمال أصدقاه في الغرب أفرادا لعائلته التي كونها هنا يشاركهم ويشاركونه اللي ميزد نحن الطلب الأعمانيين كنا متكاتفين إيد لإيد كنا مع بعض نساعد في بعضنا وقت الشدة أنا احتكت حاجة أي زميل يساعدني زميل احتكت حاجة أنا ساعدة علاقتنا مترابطة مع بعض إذن كبرت العائلة العمانية هنا فكونوا بها جمعية للطلبة وأصبحت لها مهام محددة نحن طلب الأعمانيين كوننا قمعية الأعمانية هنا في القمعية نكتمع كل تراث تسابيع أنا سنة الماضي أنا كنت نائب الرئيس فكنا نكتمع مع بعض نسا أي فعالية راح نقدمها سواء كان العيد الوطني أو إذا كنا بنعيد هنا إذا كنا خاصة في عيد الأضحى نحن نكون هنا ما نقدر نرقع لبلدنا فنبدأ بالتقهيزات الأمور كيف راح نستعاد للإيد إيش راح نسوي إيش نحتاج إيش نفتقد فكنا نوقف مع بعض كنا نشارك بالأفكار ونشتغل مع بعض ونكون إيد وحدين نحقق هذا الشيء ونحتفل بالإيد صح أننا بعيد عن أهل والغربة بس لازلنا نحتفل هنا وبالرغم من لحمته مع طلبة العمانيين هنا لم ينسى جمال أن يندمج مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه خلال معرفتي بالأمريكان ما وقعت أي نوع من المشاكل هنا اللي الميز الأمريكان اللي حلو فيهم أنا محب يتعلموا يعرفوا عن عداتك وتقاليدك ويسألوك أنت ليش هنا فيش سبب كذا أبدا ما توقع أبدا ما وقعت أي نوع من المشاكل وكان يقوم بأعمال تطوعية خارج ساعات دراسته وهذا هو الدرس الأهم في الغربة طبعا تغيرت تماما شخصية جمال يعني إلى الأفضل أصبحت عنده ثقة بنفسه أكبر عنده اطلاع على العالم الخارقي احتكاك بثقافات الآخرين أصبح يعني أكثر مبادرة من السابق واحتكاك يحرص كثيرا على حقيقة العائلة يعني العلاقات العائلية وصلت لرحام والمشاركة بكثير من الأفكار ومبادرات يعني وقدنا بالفعل في تغير شخصية جمال عما كان سابقا قدمت عدة أعمال تطوعية هنا في القامعة من أهم الأعمال التطوع اللي شاركت فيه أنه كنا نجمع الكتب عند الطلبة وكنا نرسل هالكتب إلى أفريقيا إلى أشخاص المحتاجين الكتب للمدارس في أفريقيا أو القامعة هناك بعد ما خلصنا من هال المشروع كذا تم تكريمنا نحن كل تم تكريمنا أنا والطلبة الأعمالين اللي شاركوا معاي بهالمشروع غير عن ذلك حضرت مؤتمر في واشنطن دي سي عشان أتكلم عن المشروع عن العمل التطوع اللي قدمته وكيف كان بالنسبة لي يعني كطالب غير أمريكي أن يقوم بهالعمل يعني بالنسبة له ممر هاي شي كبير فقدمت لهم يعني محاطرة لمدة خمس دقائق تكلمت بيه باختصار كيف أنا ساعد بالعمل إيش اللي أنا استفدت من هاي الشي وكيف أنا قلني أنا محب له هاي الشي تنتشر في أوهايو مجموعة من المساجد التي تلبي الإحتياجات الدينية والروحية للجالية المسلمة على أراضيها كما تضم الولاية أيضا مجموعة من المطاعم العربية والأسيوية والعالمية التي تقدم الوجبات التي من الممكن لجمال تناولها وهي منتشرة في كافة مدنها وبالرغم من اندماجه هنا إلا أنه يفتقد أهله وبشدة وقلني أنا في الغربة من دون أهلي بحاس أني فقط شي ثمين شي قدا غالي علي مشتاق كثير لأهلي لو والدتي ووالدي وأيضا لأخواني وخواتي مشتاق لهم كثير والجمعتنا الحلوة دوم كل عالب كل ويكان نكتمع كلنا مع بعض نتغدى ونضحك ونتكلم وبالليل نفس الشي كلنا نكتمع مع بعض نتعشى ونتكلم كذا ونضحك ونغير يعني الموت أيضا أحب أشكر شكر خاص لي والدتي دوم الصباح ترسل لي أدعية دوم يعني أبدا ما نستمع يعني دائما 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 تذكرني بالخير لما تتصل فيه تسألني إيش أخبارك والدي كيف صحتك تحتاج شي ولا كذا دوم هي تكون محاتي علي كذلك يفتقد جمال في وربته أصدقائه الذين تركهم في عمان أيضا أشتقت لأصحابي شباب اللي موجودين معي في عمان أشتقت لهم هناك مدعودين نحن نطلع نروح نلعب كورة نقلس مع بعض وقت اللي الأحيانا أروح أروح أقلس مع الشباب نضحك نتكلم نتسولف أما حنينه للأماكن فهناك أماكن بعينها يشتقها ويحنو إليها غير عن كذا من مهم الأماكن اللي نشتقت له في عمان أشتقت مدينة الخوض وأيضا أشتقت لعدة أماكن مثل متعود دائما نروح القرم والأخوير عند الشباب هناك أو العذيب نجتمع هناك سواء نجتمع على الشاطئ ولا كنا نروح مطعام اللي بتعشي مع بعض أحيانا اشتقت لكل هاي اللمة الحلوة افتقد نوعا ما افتقدت هنا بس أيضا في المقابل هان الشباب اللي هنا أحسهم يعوضوني بكل هالشياء النواقص اللي أفتقدها جمال أول ما يوصل لأعمال أول مكان يحب ديقي فيه هذا الشاطئ يعني من أحسن الأماكن اللي يتمنى يكون موجود فيها فأول ما يوصل على طول مع الشباب أو مع العائلة فتحصلوا في هذا المكان جمال بشكل كبير يحب الطلعات الرحلات الشاطئ الملاعب تحصلوا مستمر بشكل مستمر يمكن يومي في نهاية الأسبوع لازم شي لا بد منه يعني رحلاء أو الشاطئ مع العائلة ومع الشباب وكما تحن لك عمان وأهلها يشتق إليك أصدقائك وهؤلاء عن استقلال كثير والله وفقك إذن تجربة الدراسة في إحدى جامعات ولاية أوهايو ستضيف لجمال حتما معرفة كبيرة ومشوقة على المستوى الثقافي والأكاديمي مما سيتيح له الكثير من التطبيقات خلال فترة دراسته أو بعد الانتهاء منها وعودته إلى عمان نمشي في دروب الأمان وانتذكر من جديد لحظات ضحكات الأهال تضرح ألمنا من بعيدين حلم الأهل فينا احتمل أشواك تسرق هالسنين إلا يهون نجد الوطن في ذراها أجمعين هالسنين من هالعمور تمرو ترجع من جديد وفي لحظة للجهات هالحلم ما هو بعيد جمسة جنوب النادي ريحة هواكب لها جمسة جنوب النادي ريحة هواكب لها